اضراب عام نفذه الأساتذة الباحثون اليوم بكافة الكليات والجامعات بدعوة من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بعد تعنت وزارة التعليم العالي وتنكرها للاتفاقيات والمحاضر المبرمة مع النقابة ومواصلة سياسة التسويف والمماطلة وزارة الأشراف اللي هي وزارة التعليم العالي بدنا التعامل معها باعتبار التشاور وباعتبار الحوار الدائم والتعامل بينها وبين الجامعيين يقع إبرام اتفاقات ثم بعد وزارة تعليم العالي تتراجع فيها يقع مشاورة الأساذة تشاور معهم في بعض المواضيع يخدموا الأساذة تكون لجين يقدموا مقترحات لكن بعد في النهاية لا تأخذ بعين الاعتبار وتصدر الوزارة دائما وأبدا كالعادة بنفس الأسلوب القديم الأساتذة المضربون اعتبروا أن الإضراب جاء بعد محاولات متكررة للتفاوض وفتح باب الحوار مع الوزارة لكن دون جدوى وأن مطالبهم مشروعة وقانونية على حد تعبيرهم المطالب عديدة منها ما يتعلق بما هو بدغوجي يتعلق بالسياسة تعليمية منها ما هو يتعلق بالنقل منها ما يتعلق بتردي الظروف الجامعي في الجامعة لأن الجامعة نهارت كما نهارت البلاد فالوزارة لم تستجب إلى هذه المطالب والوزير وكأنه يريد أن يتشفى من الجامعة ومن الجماعيين النقبة وكدت من جهتها أنه في حال استمرار سياسة اللامبالات والتهميش فإنه سيتم تجهل الوزارة وعدم الاعتراف بها كهيكل يشرف على القطاع نحن مناسكتين على التصرفات هذه ومناسكتين على نقوث العهود كمش تقعد الحكومة هذه بالسيف علينا كما يقولوا بالعامية بالسيف علينا قاعدتنا غديكة ولي حب حب ولي كراها كراها نحن مواطنين زدنا نحن نسحب منها الأعتراف عشنا نتعامل معا في حتى شيء تساؤل كبير يطرحه الأساتذة المضربون حول مستقبل قطاع التعليم العالي والجامعة التونسية واستقلاليتها بعد أن أضرب الأساتذة وتوقفت الدروس في ظل صمت الرهيب لوزير الحكومة المعقتة